المعادلة العامة للقطاع الزائد في المعادلة المختزلة وتعرفنا عليها وقلنا أن المعادلة المختزلة نحصل عليها لما يكون مركز القطع هو مبدأ الإحداثيات الآن المعادلة العامة رح نحصل عليها لما يكون مركز القطع خارج مبدأ الإحداثيات إذن أي أن مركز القطع هو خارج مبدأ الإحداثيات وهو النقطة O التي إحداثياتها X0.Y0 أيضا من أجل المعادل العامي رح نميز حالتين لما يكون ال L أفقي ولما يكون ال L شاقلي إذن نميز حالتين الحالي الأولى انظر إلى الرسم الموضحة لما يكون المحور المحرقي L يوازي OX في الحقيقة رح نعمم المعادل المختزلي لكي نحصل على المعادل العامي نتذكر في المعادل المختزلي لما يكون ال L أفقي يعني منطبق على OX كانت المعادل X مربع على A مربع ناقص Y مربع على B مربع يساوي الواحد هاي لما كان المركز 0.0 و L هو OX هلأ عندما يكون المركز X0.0 و L يوازي OX رح تصير بالتعميم X-X0 للتربية على A مربع ناقص Y-Y0 للتربية على B مربع يساوي الواحد إذن نحصل على المعادل X-X0 للتربية على A مربع ناقص Y-Y0 للتربية على B مربع يساوي الواحد هذا الشكل طلابنا الذي حصلنا عليه هذا شكل قياسي شكل قياسي شكل قياسي لمعادلة قطع الزائد مركزه خارج المبدأ كما ترون جميعا انظر المستوى الأحداثي هو المحورين الملونين باللون الأخضر المركز هو هنا خارج المبدأ و L يوازئ X كما هو موضح بالرسمي نعم انظر القطع الزائد كيف صار لذلك أستطيع القول النتيجة المعادلة X-X0 للتربية على A مربع ناقص Y-Y0 للتربية على B مربع يساوي الواحد هي المعادلة القياسية لقطع الزائد مركزه O فتحة X0 Y0 مركزه O فتحة X0 Y0 و L هنا يوازل O X طالما الـ Xات موش ب L أفق معادلة الوسطاء ثابتة لا تتغير هي C مربع تساوي A مربع زائد B مربع المحرقين رح نعمم كانت لما المركز هو مبدأ الإحداثيات و L هو O X F هي C صفر هلق شو بدي أعمل قبل الفاصي رح اجمع X صفر وبعد الفاصي رح اجمع Y صفر بيصير الـ F هو X0 زائد C فاصل Y صفر نفس الشيء بالنسبة ل F فتحة رح تصير X0 ناقص C فاصل Y صفر إذن المحرقين هنو X0 زائد C فاصل Y صفر و F فتحة X0 ناقص C فاصل Y صفر والبعد المحرقي F F فتحة هو 2 C الذروتين نفسهم المعلومات السابقة رح يكونوا هنو الذروتين الأفقيتين A كانت في الشكل مختز الـ A صفر هلق قبل الفاصي منضيف X صفر وبعد الفاصي منضيف Y صفر بتكون الـ A صارت X0 زائد A فاصل Y صفر والـ A فتحة X0 ناقص A فاصل Y صفر كان الـ A X0 زائد A فاصل Y صفر وA فتحة X0 ناقص A فاصل Y صفر وطول القطر الرئيس أو الرئيسة A فتحة يساوي 2A كما ترون جميعا جميعا الذروتين المرافقتين سيكون الذرة الشاقولية B اللي كانت 0B الشاقولية منضيف قبل الفاصل X0 وبعد الفاصل Y0 بتصير B X0 Y0 زائد B وB فتحة X0 Y0 ناقص B المقاربين لاحظوا طلابنا كانت دلتا واحد كل شيء عام نعممه Y يساوي B على A X هاي امتى لما كان المقارب مر من المبدأ هلق المقارب البدي مر بالنقطة X0 Y0 شو رح يصير Y ناقص Y0 يساوي B على A بX ناقص X0 B على A هو يميله والدلتا اثنين رح يكون Y ناقص Y0 يساوي ناقص B على A بX ناقص X0 إذن دلتا واحد Y ناقص Y0 يساوي B على A بX ناقص X0 ودلتا اثنين Y ناقص Y0 هو ناقص B على A بX ناقص X0 عممنا عممنا العناصر أو قوانين العناصر اللي أخدناهم بالشكل المختزل لما يكون الأفقي نعم على الشكل القياسي هذا طلابنا لما يكون L يوازي وX حصلنا على المعادلة X ناقص X0 للتربية على A مربع ناقص Y ناقص Y0 للتربية على B مربع يساوي الواحد والعناصر بقوانين قبل الفاصل جمعنا لهم X0 وبعد الفاصل جمعنا لهم Y0 والمقاربين الXات طرحنا منهم X0 والYات طرحنا منهم Y0 هذه الحالة الأولى الحالة الثانية في الشكل القياسي رح نشوفها كيف بدأ تكون الحالة الثانية لما L يوازي وY انظر كيف المركز خارج المبدأ المركز هو 00 X0 Y0 عفوا و L هنا يوازي الO Y انظر المستوى الأحداث ان المحورين ملونين باللون الأخضر انظر كيف رح يكون القطع وكيف عناصر رح تكون ايضا رح نعمم المعادلة المختزلة التي من اجلها الشاقولة على هذا الشكل انظر هنا ال يوازي الO Y كانت المعادلة Y مربع على B مربع ناقص X مربع على A مربع يساوي الواحد رح استبدل الY هنا بY ناقص Y0 والX و رح استبدل هي المعادلة Y-Y0 للتربيع على B مربع X-X0 للتربيع على A مربع يساوي الواحد هي المعادلة القياسية لقطع الزائد هذا شكل قياسي مركزه X0-Y0 خارج المبدع ومحوره المحرق L يوازي O-Y ومن الوايات المجبي L يوازي محور التراتيب O-Y وسطاءه A-B-C معادلة الوسطاء الثابتي معادلة الوسطاء رح تكون C مربع يساوي الـ A مربع زائد B مربع المحرقين رح يكونوا عشاقون X0.Y0 زائد C مثل ما قلنا كانت 0.C أضفنا X0 قبل الفاصل Y0 بعد الفاصل وفت حابت تصير X0.Y0 ناقص C انظر المحرقين الـ F هو X0.Y0 زائد C وF فتحة X0.Y0 ناقص C والبعد المحرقي هو FF فتحة والتي تساوي 2C كما ترون جميعا والذروتين أو الذرة الأساسية رح تكون الذرة الشاقولية P قانون X0.Y0 زائد B وB فتحة X0.Y0 ناقص B والقطرة الرئيسية هنا رح يكون BB فتحة لماذا؟ لأن الـ L هو OY الذرة المرافقة رح تكون A والA فتحة الـ A قانونها X0 زائد A فاصل Y0 والA فتحة X0 ناقص A فاصل Y0 الذرة المرافقة رح تكون الذرة الأفقية والمقاربين كذلك الأمر كان Y يساوي P على A X عندلي بدون يمروا بالنقطة X0 Y0 رح تصير Y ناقص Y0 تساوي P على A بـ X ناقص X0 انظر الدلتا 1 Y ناقص Y0 يساوي B على A تفتح قوس X ناقص X0 والدلتا 2 Y ناقص Y0 يساوي ناقص B على A بـ X ناقص X0 هذا هو الشكل القياسي الثاني وهذه هي العناصر التي تتعلق به كما ترونها جميعا إذن المعادل القياسي وحده من شكلين إما X ناقص X0 للتربيع على A مربع ناقص Y ناقص Y0 للتربيع على B مربع يساوي الواحد أو الشكل الثاني Y ناقص Y0 للتربيع على B مربع لاحظ B دائما مع الوايات ناقص X ناقص X0 للتربيع على A مربع يساوي الواحد هذين الشكلين اسمهم شكلين قياسيين أقول الآن بفك الأقواس والمتطابقات في الشكلين القياسيين السابقين وتجميع الحدود في الطرف الإسر أحصل على المعادل العام للقطاع الزائد إذا لاحظ إلى المعادلتين القياسيتين السابقتين بفك الأقواس والمتطابقات وتجميع الحدود في الطرف الإسر نحصل على ما يسمى المعادل العام للقطاع الزائد اللي هي عنوان فقرتي معادل العام الشكل قياسي بفك الأقواس والمتطابقات أحصل على المعادل العام ولحنا في تمارينا رح يعطينا المعادل العام ويطلب مننا العناصر ومشان هالأمر هذا لازم نحول للشكل القياسي وطريقة أو آلية التحويل للشكل القياسي تتم بالإتمام إلى مربع كام الآن رح أطرح عليكم السؤال التالي وفق التقييم اكتب الشكل القياسي لمعادلة القطع الزائد لما مركزه خارج مبدأ الإحداثيات السؤال الموجه لكم تفضلي يا هبة لما لما يوازي الأو إكس في المعادلة مشكل إكس ناقص إكس صفر على أي مربع أفوال إكس ناقص إكس صفر للتربية على أي مربع ناقص وي ناقص وي صفر للتربية على بي مربع تساوي الواحد أحسنتي ولما الي وازي أو وي تكون معادلة وي ناقص وي صفر للتربية على بي مربع ناقص إكس ناقص إكس صفر للتربية على أي مربع تساوي الواحد أحسنتي يا هبة طبعا شفنا شلول نحصل على عناصر قطع الزائد لما يكون لدينا شكل قياسي لمعادلة هذا القطع شكرا لك يا هبة الآن طلاب نصل إلى التقييم النهائي لدرسنا لهذا اليوم وهو السؤال التالي ليكون H القطع الزائد الذي معادلته انظروا طلاب H نقطين 9X مربع ناقص 36X ناقص 16Y مربع زائد 96Y ناقص 252 يساوي الصفر والمطلوب عين الذروتين والذروتين المرافقتين لهذا القطع ومحرقيه ومعادلتي مقاربيه ثم رسمهم عطانا هون معادلة قطع الزائد بالشكل العام ويريد عناصر هذا القطع لو سألت أحلام عب كريم أحلام في هذا الشكل ماذا سوف أفعل يا أحلام أول شغل يبدأ يقوم فيها شو هي؟ دائما شكل عام مردها للشكل القياسي وذلك بالإتمام إلى مربع كامل أحسن لما بدنا نأتمم يكون أمثال Xات والYات واحد هون منخرج أمثال Xات 9 وأمثال Yات 96 تقصدين نخرج أمثال X مربع وأمثال Y مربع إذن أحسنتي يا أحلام إذن طلاب كما قالت زميلتنا هذه معادلة بالشكل العام نردها للشكل القياسي وذلك بالإتمام إلى مربع كامل أنا لازم يكون في عندي تصور للشكل القياسي الشكل القياسي يحصل عليه إما أن يكون X ناقص X0 للتربية على A مربع زاد الY ناقص Y0 للتربية على B مربع يساوي الواحد أو الY ناقص Y0 للتربية على B مربع ناقص X ناقص X0 للتربية على A مربع يساوي الواحد لذلك نحن أول شي بد يصير أتمام على الإكسات ومن ثم على الايات بعد قولنا زميلتنا لا نستطيع الاثمام إلى مربع كامل إلا عندما يكون أمثال التربيع واحد أول خطوة بدنا نقوم فيها من أمثال من الإكسات رح أخرج التسعة عام المشترك ومن الوايات رح أخرج الناقص 16 تتبهوا على إشارة الناقص بتغير كتير معاني هذا الناقص إذن والحد الثابت على الطرف الثاني لاحظوا أول خطوة قمت فيها لنقلت الـ 252 على الطرف الثاني صارت مجمع إذن من هون رح أخرج التسعة عام المشترك كما ترون جميعا من الإكسات أخرج التسعة فتحت قوس إكس مربع ناقص 369 أربع إكس سكرت القوس ناقص 16 شوفوا يا طلاب أخرجت أنا ناقص 16 لبرر فتحت قوس ناقص 16 وي مربع على ناقص 16 الجواب وي مربع زائد 96 وي على ناقص 16 على ناقص 16 الموجب على السالب السالب لعني أنا أخرجت ناقص 16 عام المشترك تبهوا على إشارات إذن ناقص 6Y سكرت القوس فيكون 252 جواة الإكسات أو جواة القوس بد يصير إتمام هون وهون من أجل إتمام الإكسات إلى مربع كامل رح نجمع ثم نطرح مربع نصف أمثال الإكس أمثال الإكس ناقص أربع معناته يا أحلام داخل الإكسات نجمع 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 أربعة نجمع أربعة ومنطرح أربعة ومن الوايات قديش من نجمع ومنطرح تسعة أحسنتي ستة عثنين ثلاثة للتربية تسعة بيصير معي طلاب تسعة بإكس مربع ناقص أربع إكس زائد أربع ناقص أربع ناقص 16 بي وي مربع ناقص 6Y زائد تسعة ناقص تسعة سكر قوس يساوي 252 أول ثلاثة حدود متطابقة جذر إشارة جذر إكس ناقص اثنين للتربية مضروبي بتسعة الناقص أربعة مضروبي بالتسعة لأنه هاي تسعة لكل القوس تسعة بناقص أربعة ناقص ستة وثلاثين وهون كذلك الأمر جذر إشارة جذر Y ناقص ثلاثة للتربية مضروبي بناقص ستة عش تبهوا والناقص ستة عش مضروبي بالناقص تسعة السالب بالسالب موجب برجع بقولكم انتبهوا على الإشارات هون الموضوع حساس كتير ناقص ستة عش بناقص تسعة زائد مي وأربعة واربعين يساوي ميتين واثنين وخمسين هلق راح اجمع الثوابت نعم الطرف الثاني ناقص ستة وثلاثين زائد مي وأربعة واربعين يكون الجواب زائد مي وثماني ننقلها على الطرف الثاني بتصير ناقص مي وثماني ميتين واثنين وخمسين ناقص مي وثماني فيكون الجواب أربعة أربعة واحد ميتين واربع واربعين صارت تسعة بي اكس ناقص اتنين للتربية ناقص ستتاش بي وي ناقص ناتي للتربية يساوي ميت واربع واربعين كما ترون جميعا طلاب آخر شيء وقسم الطرفين على ميت واربع واربعين انظر بيصير معي اكس ناقص اتنين للتربية على تسعة على ميت واربع واربعين ستتاش لانه تسعة ضرب ستتاش الجواب 104 ناقص الواي ناقص ثلاثة للتربية على تسعة يساوي الواحد هذه معادلة قياسية لقطع زائد من الشكل اكس ناقص اكس صفر للتربية على اي مربع ناقص الواي ناقص وي صفر للتربية على بي مربع يساوي الواحد أحلام من هو المركز وفتحة من هو احسنتي اتنين اتلاتي ال شو الهون يوازي الوايكس لا يوازي او واي يوازي او اكس احسنتي ال يوازي او اكس اذا اقول معادلة قطع زائد من الشكل اكس ناقص صفر للتربية على اي مربع ناقص الواي ناقص وي صفر للتربية على بي مربع يساوي الواحد نعم معادلة قياسية لقطع زائد مركزه اتنين اتلاتي خارج المبدأ وال يوازي او اكس الوسطاء الاي مربع كانت ستعاش ومنه الاي اربع البي مربع تسعة ومنه البي تساوي اتلاتي نحسب سي من معادلة الوسطاء ما هي معادلة الوسطاء يا احلام سي مربع يساوي اي مربع زائد بي مربع ومنعوض انظر نحسب سي من معادلة الوسطاء سي مربع تساوي اي مربع زائد بي مربع منعوض طلاب هذا يؤدي السي مربع تساوي اربع للتربية ستاش زائد ثلاثي للتربية تسعة ستاش وتسعة خمسة وعشرين السي جذر الخمسة وعشرين والتي تساوي الخمسة كما ترون جميعا الان من اجل حساب المحارق رح وجه السؤال لزميلتنا نسرين محمد هزاع نسرين هنا اليوازي او اكس ما هو قانون المحارق يا نسرين اكس تساوي اكس الصفر زائد سي واي صفر احسن اكس الصفر ناقص سي واي صفر ممكن هنا لدينا اكس الصفر اللي هي اثنين زائد الاي اللي هي اربعة زائد سي قصدق او زائد سي اذا اثنين زائد خمسة سبعة الواي صفر اثلاثي صح اف فتحة اكس صفر ناقص سي فاصي واي صفر ماذا ما تقول زميلتين اثنين ناقص خمسة ناقص ثلاثة والواي صفر عوضة ثلاثة نسرين الذروتين الاساسية من ستكونان اي واي فتحة شو قوالينون اكس الصفر زائد اي فاصة والايف فتحة هي اكس الصفر ناقص اي وي صفر ممكن الاي اكس صفر ناقص اي فاصة واي صفر الاكس صفر اثنين ناقص اربعة اثنين زائد اربعة طبعا هون زائد اثنين زائد اربعة ستي فاصل وي صفور ثلاثي الآي فتحة بتقول لنا زمانية نسرين اكس صفر ناقص اي فاصل واي صفر لاحظ اثنين ناقص اربعة شوفوا هي لعقام موجودة قدامنا الجميع اثنين ناقص اربعة ناقص اثنين فاصل اي ثلاثي الذروتين المرافقتين يا نسرين من ستكونان بي وبي فتحة شو قولينون اكس الصفر فاصل واي صفر زائد بي و你可以س الصفر فاصل واي صفر ناقص بي. أحسنتي. إذن البي X0.Y0 زائد بي الX0 عوضها 2 الY0 3 والبي 3 3 و 3 6 البي فتحة X0.Y0 ناقص بي 2 فاصلي 3 ناقص 30 صفر. المقاربين رح وجه السؤال لمعادلتين مقاربين لزميلتنا يسرى جمعة. نعم يسرى ما هي معادلتين مقاربين يا يسرى? دلتا 1 Y ناقص Y0 تساوي B على A بX ناقص X0 تماما. إذن دلتا 1 نقطين. Y ناقص Y0 تساوي B على A بX ناقص X0. طبعا الY0 3 والY0 3 والX0 2 والB على A هي قديش 4 أو 2 على 3 3 على 4 شكرا. إذن دلتا 1 Y ناقص 3 يساوي 3 على 4 تماما بX ناقص اتنين. فيكن تخلوا هيك المعادلة وفيكن تكتبوه ليها بشكل النموذجي بيكون أفضل. لاحظوا أنا رح دخل 3 على 4 القوس بيصير معي طلاب هذا يمؤدي Y يساوي 3 على 4 X. هون 3 على 4 بناقص 2 ناقص 6 على 4 وزائد 3 نعم ناقص 6 على 4 زائد نعم ناقص 6 على 4 وزائد ناقص 3 تنتقل على الطرف التاني شكرا بتصير زائد 3 ناقص 6 على 4 زائد 12 على 4 وحدنا المقامات ناقص 6 على 4 وزائد 12 على 4 فيكون الجواب زائد 6 على 4 على 4 تماما دلتا 2 قانونه Y ناقص Y صفر تساوي ناقص B على A بX ناقص X صفر منعوض الY ناقص 3 تساوي ناقص 3 على 4 بX ناقص 2 X ناقص 2 انظر مندخل الناقص 3 على 4 القوس ناقص 3 على 4 ناقص 3 على 4 بناقص 2 فيكون الجواب زائد 6 على 4 وزائد 3 يعني زائد 12 على 4 زائد 6 على 4 زائد 12 على 4 الجواب زائد 18 على 4 وفضل انه احنا نكتب معادرتين المقاربين بالشكل القياسي يبقى علينا الرسم طلابنا نرسم المستوي الاحداثي لاحظوا جميعا هذا هو المستوي الاحداثي هذا مستوي OXY نحرص على انه يكونوا تدريجات قد بعضهم المركز هو 2-3 اكساته 2-3 هذا الO فتحة L يوازي OX منعين الذورة الأربع لاحظ عندنا الB هي 2-6 الذروي B 2-6 الB فتحة 2 0 كما ترون تماما الA هي 6-3 6-3 تماما A ناقص 2-3 أحسنتي ناقص 2-3 أرسم المستطيل الذي أضلعه الأربع تمر من الذورة الأربع لحظة بنات نحاول قدر أمكانه نكون دقيقين بالرسم نستخدم المصدر والقلم من أجل حصول على رسم أداق أرسم القطرين بمره من مركز هذا المستطيل انظر ومدد القطرين فأحصل على معادلتي المقاربين دائما طلابنا المقاربين دائما يتقاطعان في مركز القطع الزائد هذا الدلتا 1 وهذا الدلتا 2 الآن أرسم فرعي القطع الزائد أنطلق مناء الذروتين الأساسيتين هما A والA فتحة من A أرسم هذا الخط الذي يأخذ دلتا 1 مقارب ثم أرسم هنا ومن الذروة الثانية أرسم الفرع الثاني من القطع الزائد فأحصل على الرسمي المطلوب فأحصل على الرسمي المطلوب هكذا أوجد عناصر قطع الزائد إذا علمنا المعادل العامي لهذا القطع بهذا طلابنا نكون قد تعرفنا على المعادل العامي وتعلمنا كيف نوجد عناصر قطع الزائد ونرسمه بمعرفة المعادلة العامة بهذا أصل إلى النهاية نهاية الدرس